الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة وأن يبارك لكم في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل وأسأله جل وعلا أن يعينكم فيه على الصيام والقيام والأعمال الصالحة وأن يتقبل منكم هذه الأعمال كما أسأله جل وعلا أن يوفقكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وبعد فهذا لقاء من لقاءاتنا في تفسير سورة النحل نتدارس فيه شيئا من الآيات القرآنية التي في هذه السورة بحيث نعرض لبعض المعاني التي اجتملت عليها وكان من المعاني التي اجتملت علي هذه السورة ما يتعلق بإثبات يوم المعاد وبيان أن الناس سيبعثون يوم القيامة لا محالة وأن غاية ما لدى المنكرين هو استبعادهم أن يحيي الله هذه العظام الرميم وغاية حجتهم أن يكون معهم يمين بدون أن يكون عندهم علم ومن ثم رد الله جل وعلا مقالتهم هذه ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتدارس عدد من الآيات التي تحدثت عن ذلك فليتفضل القارب بارك الله فيه وأسعده الله ليقرأ علينا هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم يذكر الله جل وعلا عن أهل مكة والمشركين ومن ماث لهم أنهم ينكرون يوم البعث ويقولون كيف يبعث الناس وكان غاية ما معهم من الدليل أن أقسموا أيمانا مغلظة رددوها على أقصى ما تصل إليه أيمانهم فأقسموا بالله وظنوا أن القسم المجرد يكون دليلا أو أمرا مقنعا أقسموا أن الله لا يبعث من يموت بل من يموت يبقى في ترابه وقبره ولا يخرج من هذا القبر فرد الله جل وعلا عليهم هذه المقالة بأن قال بلى أي هذه مقالة غير صحيحة والصحيح أن الله يبعث العباد ليحاسبهم على أعمالهم فإذا كانوا يحلفون ويقسمون بالله فهذا خبر من الله مباشرة يرد عليهم مقالتهم ويبين زيغهم في ذلك وهذا وعد من الله ووعد الله حق لا يتخلف ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي أن أكثر الناس لا يعلمون هذا الوعد الذي قطعه الله على نفسه بمحاسبة العباد على أفعالهم وببعثهم بعد مماتهم ثم بيّن شيئا من الحكم من وجود يوم آخر يجاز العباد فيه قال ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه أي يوضّح لهم هذا الأمر الذي اختلفوا فيه سواء كان من أمر المعاد وأمر حسابهم والمفاصلة التي كانت بين أهل التوحيد والإيمان وأهل الشرك والشقاق فيبين الله حال كل منهم من هو المصيب ومن هو المخطئ وكذلك من ثمرات ذلك أن يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم حينما أقسموا بالله أن الله لا يبعث من يموت ثم استجل على البعث بقدرة الله جل وعلا فإنه قادر على الأمور العظيمة بالأشياء اليسيرة ولذا قال إنما قولنا أي غاية ما يكون وأعلى ما يكون أن الله إذا أراد إحداث أمر قال له كن بحرفين فحينئذ يكون بأمر الله جل وعلا إنما قولنا إنما للحصر قولنا أي أمرنا لشيء أي لمخلوق إذا أردنا أن نقول له كن فحينئذ يكون ذلك الشيء ويتكون ويصبح مخلوقا فمن كان قادرا على ذلك ألا يقدر على بعث العباد ولمحاسبتهم ثم قال تعالى مبينا حال أهل الإيمان وقد ذكر الله جل وعلا حال من يكون في ديار الكفر في هذه السورة في ثلاثة مواطن أولها هذا الموطن فالذين هاجروا بعد أن وقع عليهم شيء من الأذى والظلم بسبب اهتدائهم بالحق فقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وأما الطائفة الثانية فقد ذكروا في أواخر السورة حيث قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فالصنف الأول بقي على إيمانه مع ما يتعرض له من الأذى فلما تمكن من الهجرة هاجر فأعقبه الله خيري الدنيا والآخرة وأما الصنف الثاني فإنهم تعرضوا لشيء من الأذى فكان ذلك من أسباب فتنتهم ورجوعهم عن الحق لكن الله من عليهم فهداهم ثم هاجروا وحينئذ وعدهم الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة وأما الصنف الثالث فهم صنف عمل السوى بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فهؤلاء أيضا وعدهم الله جل وعلا بالتوبة والمغفرة والرحمة وبقي صنف الرابع وهم قاطائفة استجابوا لدعوة الحق فتعرضوا للأذى ففتنوا فقدموا الدنيا على الآخرة وحينئذ خسروا الدنيا والآخرة فالمقصود أن الله قد قسم الأصناف الناس ممن عاشوا في تلك الديار التي يمارس عليهم أنواع الأذى فيها إلى الأربعة الأقسام هذه وخلاصة ذلك تقديم الآخرة على الدنيا بحيث فإن من قدم الآخرة على الدنيا أعطاه الله الدنيا والآخرة ولذا قال والذين هاجروا في الله يحتمل أنهم تركوا بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ويحتمل أنهم هجروا ما نهى الله عنه هاجروا في الله أي بنية خالصة لا يريدون بذلك شيئا من أمور الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال من بعد ما ظلموا أي هاجروا من بعد ما مسهم أنواع من الظلم والأذى بسبب استجابتهم للهدى هؤلاء وعدهم الله بالأجر العظيم في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة ولذا قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة أي سنجعل محلهم الذي يبوءون إليه ويرجعون حسنة أي نعيما وخيرا مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة فقال ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال هنا حسنة بلفظ منكر يعني أنه لما وزنت الدنيا بالآخرة لم تصبح إلا بمثابة الشيء اليسير وهو الحسنة ولذا قال ولا أجر الآخرة أي ثوابها ونعيمها أكبر والآخرة سميت بهذا الإسم لأنها نظيرة الدنيا ولأن المعاد يكون إليها والعبرة في الأشياء بخواتيمها وقال أكبر يعني أن نعيمها أعظم من الدنيا فنعيمها دائم ونعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة صاف لا كدر فيه ونعيم الدنيا مكدر بالمصائب والأحزان نعيم الآخرة على أعلى درجات النعيم ونعيم الدنيا مهما يكون فإنه لا يستكمل درجات النعيم وحينئذ نبه الله جل وعلا إلى أن العلم الصحيح هو الذي يجعل صاحبه يستعد للآخرة ولذا قال لو كانوا يعلمون ثم ذكر جل وعلا المنطلق الذي انطلقوا منه فكسبوا خيري الدنيا والآخرة وذلك أنهم كانوا على أمرين الأول الصبر فحبسوا نفوسهم ولم يتجزعوا ولم يسخطوا والصبر أربعة أنواع صبر في طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر في أقدار الله المؤلمة باقي رابع وصبر على الأذى الذي يصيبهم من الخلق فهذه أربعة أنواع وهؤلاء ظهر عندهم الأنواع الأربعة فصبروا في طاعة الله فتمسكوا بها وصبروا عن معصية الله مع وجود ما يغري ويحرك إليها وصبروا على أقدار الله المؤلمة وصبروا على أذى الخلق آذوهم في ماذا آذوهم بسبب تمسكهم بالهدى واتباعهم للرسل وعملهم بالشرع وعبوديتهم لله تعالى وأما الصفة الثانية فعلى ربهم يتوكلون قدم على ربهم ليفيد الاختصاص أي أنهم لا يتوكلون على غير الله ما معنى التوكل اعتماد القلب في أي شيء في كل شيء فالمؤمن يعلم أن الله هو المتصرف في الكون وبالتالي لا يعجب بما لديه من مهارة وقدرة وإنما يعلم أنه لن يحصل شيئا إلا بأمر الله تعالى وبالتالي يتوكل على الله ويعتمد عليه في تحصيل أموره ومقاصده الدنيوية والأخروية ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال هذه قضية أخرى غير قضية البعث وهي قضية إثبات الرسالة فإن الكافرين قالوا أنت رجل مثلنا فكيف تدعي أنك حصلت على شيء لم نحصله لك يدان ونحن لنا يدان لك عينان ونحن لنا عينان لك وجه وقدمان وفنحن كذلك وبالتالي كيف تدعي أنك رسول من عند الله وأنت رجل مثلنا فرد الله عليهم فقال لهم أنتم تسمعون بخبر الأنبياء السابقين ومن هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى وتعلمون أنهم مرسلون من عند الله ألم يكونوا رجالا ومع ذلك لا تنافي بين الصفة البشرية والرجولة وصفة الرسالة رسالة بل جميع الرسل كانوا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لكن الميزة نزول الوحي عليهم ولذا قال نوحي إليهم فالملك الذي ينزل لهم بشرع الله هذا ينزل بالوحي وبالتالي تميزوا به عن سائر الرجال ثم قال لهم تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي من كان عنده علم بأنبياء الله فاسألوهم هل أنبياء الله رجال أو ليسوا كذلك وهل ما جاء به هذا النبي يصدق ما جاء به أولئك الأنبياء أو يعارضهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومما يدخل في أهل الذكر من كان عالما بالشرائع السابقة ومما بأنبياء الله ومما يدخل فيه علماء الشريعة الذين يرجع الناس إليهم في سؤال ما قد يشكل عليهم من مسائل الشرعي ثم قال بالبينات والزبر أي أن هؤلاء الذين أوتوا العلم أهل الذكر سينبئونكم بالبينات أي بالأدلة الواضحة والزبر أي الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه عليه السلام ثم ذكر الله جل وعلا نوعا من أنواع الوحي وهو السنة النبوية فقال تعالى وأنزلنا يعني أن هذه السنة نازلة من عند الله وأنها بوحي من الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين لهم أي توضح وتعلم ألفاظ القرآن ومعاني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ما الذي نزل إليهم القرآن العظيم ولعل هم يتفكرون أي يكون ذلك من أسباب تفكرهم في الأمور وإدراكهم لعواقبها ثم أتى الله بأمر يخوف الناس ألا وهو ذكر العقوبات التي قد تنزل بالناس بسبب إعراضهم عن شرع الله وفقال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أي هل يأمنون وتطمئن قلوبهم ويرتاحون ويتأكدون أن لن تنزل بهم العقوبة مع أنهم قد مكروا السيئات والمكر هو التدبير الخفي فإذا كان هذا التدبير الخفي تدبيرا سيئا حينئذ عاد على صاحبه بالوبال ولذا قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أي يشق الأرض من تحت أقدامهم فيسقطوا فيها ثم بعد ذلك تغلق عليهم هل يأمنون ذلك وهم يمكرون السيئات أو وهل يأمنون من أن يرسل الله تعالى عليهم عذابا من حيث لا يشعرون فيأتيهم من مكان لا يتوقعونه وأنتم تشاهدون عقوبات الله في الكون فمرة يديل الدول بعضها على بعض وفي حياتكم سمعتم بدول عظيمة كبيرة لها أمر ونهي أدال الله الأمر عليها فزالت واختفت وأنتم تشاهدون الأعداد الكثيرة يرسل الله عليهم الشيء اليسير فيكون ذلك من أسباب موت كثير منهم ومن هنا فأين العقلاء الذين يستشعرون قدرة الله عليهم بإنزال العقوبة وهكذا نجد أن عددا من أمم الأرض أنزل الله بهم العقوبات في الدنيا بأشياء يسيرة قوم عذبوا بالرجفة وقوم عذبوا بالماء فغرقوا وقوم عذبوا بالصيحة وقوم عذبوا بالغرق إلى غير ذلك مما ورد في قصص أنبياء الله عليهم السلام وكذلك هل يأمنون من أن يأخذهم يعني ينزل الله عليهم العقوبة في تقلبهم أي أثناء مزاولتهم لأعمالهم في تجاراتهم وغيرها فما هم بمعجزين أي ليس لديهم قدرة على منعي عقوبة الله من أن تنزل وليس لهم قدرة على أن يدخلوا فيما قدره الله تعالى هكذا قد يأخذ الله قوما ويهلكهم وهم على تخوف يبقون حذرين يبقون متخوفين يبقون يبذلون جميع الأسباب لصيانة أنفسهم فإذا أراد الله جل وعلا تقويضا لأحوالهم فإنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فهذه آيات عظيمة فيها أسرار وحكم ومن فوائد هذه الآيات أن القسم المجرد ليس حجة ولا دليل وإنما الحجج بالبراهين والأدلة واستدل طائفة بهذه الآيات وما مات لها على أنه يمكن تغليض اليمين تعلمون أنه في مجلس القضاء تأخذ يمين المدعى عليه فهل تغلظ اليمين الأصل أنها لا تغلظ ولكن ورد تغليضها وقد قال طائفة بأن اليمين تغلظ تغليضها بثلاثة أمور تغليض باعتبار المكان الذي يقسم على اليمين فيه والثاني تغليضها بالنسبة للزمان الذي تكون فيه إذن الأول المكان والثاني الزمان والثالث اللفظ فاليمين قد تؤكد بألفاظ تجعل المقسم لليمين يخاف مما غبتي يمينه وفي هذه الآيات إثبات البعث وبطلان حجة المشركين بإنكارها وفي هذه الآيات أن وعد الله بقيام الساعة لا شك فيه ولا ريب بل هو حق محظ وفي هذه الآيات أن الله يبكت الكافرين والمنافقين على ما أقدم عليه من الذنوب والمعاصي وفي هذه الآيات أن الله تعالى يبين الحق ويوضحه ويقيم الأدلة والحجج والبراهين عليه وفي هذه الآيات أن الله يقيم الحجة على الكافرين حتى يقيم عليهم الدليل الذي يكون مقنعا وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على خلق الأشياء بهذه اللفظة المجردة كن وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة في الله وأنها من الأعمال الصالحة وفي هذه الآيات عظم أجر الصابرية الذين الذين يصبرون على ما أصابهم وفي هذه الآيات أن من صبر وأحتسب كان له الأجر مضاعفا إذا لم يتضرر بذلك أحد وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وفي وفيها وفيها أن الواجب في الهجرة أن تكون النية لله وحده وفي هذه الآيات وعد الله الصادق لمن اضطهد في بلده بسبب تمسكه بالإسلام أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا وفي هذه الآيات فضيلة التوكل على الله وقد قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفي هذه الآيات أن الرسالة وحي من عند الله جل وعلا وهو الذي يختار من شاء للرسالة ولذا فاختار الرجال وفي هذا دليل لمن يقول بأن مريم عليه السلام ليست بنبيه وقال آخرون بأنها كذلك والآية تتحدث عن الأغلب وفي هذه الآيات تميز رسل الله والصالحين بنزول الوحي عليهم وفي هذه الآيات أمر أهل الذكر بأن يفسروا القرآن بواسطة السنة فهو أعلم الخلق أو أعلم البشر بمعاني كتاب الله جل وعلا وفي هذه الآيات مشروعية سؤال العلماء عما يغاب علمه عن المكلف وفي هذه الآيات ظاهرها أنهم يسألون بألسنتهم وهذا هو السن في ذلك وفي هذه الآيات أن الإنسان قبل أن يفكر بكلام عليه أن يفكر فيه وما هي مغبته وآثاره وما هي الحسنة المترتبة عليه هل هي فعل جميل له في نفسه قال بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا هو الذي أنزل هذه السنة قال تعالى لتبين أي توضح وتدل الناس على ما أنزل إليهم يعني من القرآن فالسنة توضح القرآن وتبينه وتكشف معانية وفي هذه الآيات مشروعية سؤال العلماء عما يشكل على الإنسان في أمور دينه وفي هذه الآيات أن جواب هذه الأسئلة يكون بالأدلة والبراحين والبراحين الواضحة وفي هذه الآيات أيضا أن من تأمل في القرآن اهتدى بهذا القرآن وتفكر فيه وفي هذه الآيات التحذير من مصير الكافرين ممن يمكرون السيئات وفي وفي هذه الآيات التحذير من عقوبة الله وأن من أعظم أسباب عقوبات الله هي جريمة أن ينسب إلى الله أنه موحى من عند الله وأن الوحي ينزل عليه وفي هذه الآيات التحذير من أنواع العقوبات التي تقع تحت قدرة الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن قوة الإنسان وقدرته لا تحجب عنه الموت وقيام الساعة ولذا قال أو يأخذ ولذا قال أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ أي حال قدرتهم وإمكان اكتسابهم أو يأخذهم على تخوف أي يجعلهم غير مطمئنين فما هم بمعجزين ليس في يدهم شيء من القدرة أو يأخذهم على تخوف يعني أن الله قادر على مجازات هؤلاء بسبب ذنوبهم بإنزال العقوبة بهم فيأخذهم الله ويستاصلهم على ويستاصلهم بالكلية بدون أن يبقى منهم أحد ثم قال تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم رعف بالعباد فلم يحكمهم ولم يلزمهم بما هو شاق عليهم وهكذا في صلاة القيام رمقهم بما لا يشق عليهم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لرفعة الدرجة وعلو المنزلة اللهم اجعلنا من المستعدين ليوم المعاد هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين